رحل اذا السلطان قابوس الذي حكم عمان نحو نصف قرن من الزمان اصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا نعى فيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء الجمعة بعد معاناة مع المرض الذي الم به منذ عام الفين واربعة عشر وقال البيان ان البلاد شهدت نهضة شامخة ارساها خلال خمسين عاما منذ ان تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة وسبعين وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء اعلن الديوان الحدادة وتعطيل العمل الرسمي في القطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة ايام وتنكيس الاعلام في الايام الاربعين المقبلة واعلن التلفزيون العماني ان مجلس الدفاع الاعلى دعا مجلس العائلة المالكة الى الانعقاد لتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم ولد السلطان قابوس بن سعيد يوم الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واربعين وهو الابن الوحيد لوالده سعيد بن تيمور وهو ثامن سلاطين اسرة البسعيد تولى السلطان قابوس مقاليد السلطنة في الثالث والعشرين من يوليو تموز لعام الف وتسعمائة وسبعين ليبدأ مسيرته مع الحكم كان عند توليه الحكم من اصغر الزعماء العرب سنا لكنه كان ذا ثقافة عالية وسعى منذ توليه الحكم الى تعميق علاقات السلطنة مع الدول العربية والاجنبية وانهى عزلتها واستخدم عائداتها النفطية لتحديثها انتهج خلال توليه الحكم نوعا من الحياد في القضايا الاقليمية والدولية لكنه احتفظ بعلاقات صداقة مع الدول العربية ودول العالم عامة وارتبط بعلاقات عسكرية وسياسية قوية مع الولايات المتحدة الامريكية وبعد اكثر من ثلاثة عقود من الهدوء واجهت قابوس موجة احتجاجات تزامنت مع الثورات الشعبية التي عرفت بالربيع العربي مطلع العام 2011 حيث تحرك مئات العمانيين في العاصمة مسقط مطالبين بتحسين الدخل ولجم ارتفاع الاسعار وفي الثامن عشر من فبراير شباط عام 2011 نظمت مجموعة من المدونين العمانيين مسيرة سلمية ثانية شاركت فيها نساء كما شهدت ولاية صحار شمال العاصمة مظاهرات تحولت الى احداث عنف سقط فيها قتيل حسب الرواية الرسمية وفي رد فعله ازاء هذه التطورات قرر قابوس ايفاد وزير الدوان الى ولاية صحار للقاء مجموعة من المحتجين والاستماع الى مطالبهم كما اصدر قرارا بتوفير خمسين الف فرصة عمل للمواطنين فعادت عمان الى هدوئها وفي عهده الممتد بقيت مسقط قبلة الوساطة لحل الازمات في المنطقة واطفاء اي شرارة قد تشعل حربا فيها وظهر ذلك في الدور الكبير الذي لعبته البلاد في الوساطة بين طهران وواشنطن فنتج الاتفاق النووي الدور ذاته حاولت مسقط لعبه بين الاسرائيليين والفلسطينيين رغم اعتراض كثيرين واتهام السلطان بالتطبيع قبل السلام ولم يغب الدور الكبير الذي بذله السلطان بالتعاون مع الكويت في محاولة لحلحلة الازمة الخليجية الاخيرة سافر السلطان قابوس بن سعيد صيف عام 2014 الى المانيا في رحلة علاج واكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان في بيان له يوم الثامن عشر من اغسطس ابل ماضي 2014 ان السلطان يجري فحصات طبية في المانيا وزادت المخاوف بشأن صحة سلطان عمان 79 عاما بعدما قام بزيارة قصيرة الى بلجيكا للعلاج هذا الشهر وعدم اعلان السلطات العمانية شيئا عن صحته بعد عودته ليعلن اخيرا ديوان البلاط السلطاني بيانا لينعى فيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان